بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم مرحبا يا أصدقاء أنا وجهنا الجار وبرحي فيكم في قناة دروس ميديا درسنا اليوم في برنامج الأدوبي بريمير في عالم المنتاج رح نتعلم إنتاج أشهر أنواع الفيديو والأكثر طلب وانتشار والبيتزو بملايين المشاهدات بيكون على شكل وثائقي أو أخباري أو تاريخي والبيكون قريب من الموشنج جرافيك بشكل بسيط وسهل في برنامج الأفتر إفيك دون البرامج الثاني معكم وجه نجار خلونا نشوف الدرس أهلا بكم يا أصدقاء بالدرس الجديد على قناة دروس ميديا إن كنت أول مرة بتشاهد هذا الفيديو لا تنسوا تعمل لايك الفيديو وشترك في القناة رح يفيكن أصدقائي جميعا وبنصحكن بمتابعة هذا الفيديو للآخر لأن إن شاء الله رح تستفيدوا بمعلومات كتير كتير هامة وتكونوا قادرين على إنتاج محتوى خاص فيكن تتربحوا منه إما باليوتيوب أو بالفيسبوك خاص فيكن غير العمل عند الناس أو العملاء أو الفريلانسر تصنعوا فيديو خاص فيديو وثائقي فيديو رياضي فيديو أخباري يعني محتوى عفوا بهذا النوع من الفيديو الرائج والرائع وفقط في برنامج الأدوبي بريمير ما عليكم إلا تتفرجوا على الفيديو وتتحلوا بالصبر لأشرح لكم كل التفاصيل وخططوات وننشئ مقطع مثل المقاطع اللي شايفينا أمامكم فأولا قبل ما نبدأ على بركة لأنصحكم بالانضمام لدورة الموشن جرافيك هاي الدورة القوي جدا اللي بتخليكن قويين وبتأسسكم بشكل صحيح في عالم المونتاج وبتكسبوا دعمي ومتابعتي الكاملة وكل حاجتكم تاخدوها مني في دورة المونتاج المتقدمي فالرقم موجود والإعلان موجود دائما للاتحاق في دورة المونتاج وموجود عليها ما زال الخصم لا تفكروا عب عليهم بشكل مستمر ما في طلاب بالعكس لأن عليها طلب كبير وحابب الجميع يستفاد من الدورة تمام يا أصدقاء فهذا طلب الأول اشترك في القناة تفعيل الجرس الدعم الكامل لقناته إن شاء الله ما نعب قصر معكم أبدا رغم أني عملت دورة خاصة لكن أنا مكمل في يوتيوب طيب نبدأ يا أصدقاء على بركة الله لنبدأ بإنتاج مقاطع الفيديو أنا مرتب الفقرات والعناصر رح نبدأ أول شغلي بالخطوة الأولى طبعا أول شيء منجهز السيناريو الشيء رح نحكي عنه مثل الحدث الأخير سيطر الطالبان مثلا على أفغانستان فصارت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام وحديث الناس عامة فنحنا شفنا مثلا إذا دخلتوا على كتير قنوات أو بعض القنوات مثلا إذا كتبنا هون سياسي بلاص تمام أو كتبنا حتى الجزيري أو ايجي بلاص فمشوف نوع هذا من الفيديو رائج جدا وبتزب ملايين المشاهدات تمام حتى على الفيسبوك عليه ملايين تمام هذا النوع اللي شفناه ويسهل وبسيط وبتزب الناس للمشاهدي فمعلش أني طولت في المقدمة لكن رح نبدأ من جهز السيناريو مثلا حدث طالبان أو انتقال ميسي كمان ولا شونا بانتقال ميسي على شو اسم الفريق كان المهم انتقال ميسي على باريس سان جرمان يعني نحن نشرح بهذا التفصيل يعني هذا النوع قريب من الموشن جرافيك يعني لكن مستخدم فيه صور أكتر وبسيط يعني بتم عمله على البريمير وممكن استعاني بشيء بسيط من الأفطر أنا بدي أشرح بشكل ما أقترب من الأفطر أبدا نبدأ يا صدقاء على بركة الله الموضوع الأول اللي هو الخلفي يعني الخلفي المتحركي المنشوفة اللي بتكون نعم بتهتز خلف الفيديو هاي الخلفي كيف بتم عمله أو كيف بصنع لها هاي الحركة والاهتزاز خلف الفيديو أول شيء بدخل على الخطوة الأولى أنا راح أحكي عن تحريك الخلفي إن شاء الله راح تكون هذا الفيديو هذا ورشي كاملي راح أحكي عن الخلفي طيب راح أكتب background تمام؟ background في نوع اسمه texture أو background paper يعني ورقي بيكون فهذا النوع من شوف هذا هذا هو النوع تمام؟ هذا هو النوع المطلوب منكم ممكن background old قديم يعني بتلاقوا كتير هذا هاي النوع تمام؟ شوفوا texture أو تكتبوا texture بتلاقوا background شوفوا هاي هي هدول هن background المستخدمين بجميع أنواع الفيديو موقع أغلب بيقدم لها قسمة كبير مجانة شوف فقط سهل استخدمها حكينا عنا سابقا بموضوع مختلف مثلا نشوف هاي هاي يستخدم التغريق هاي الورقية اللي نحن نستخدمها بالنسبة لأظهار العناصر أو الكتابي فيا أصدقاء ما راح أشرح بشكل كتير سريع مشان ما دايق المبتدئين مشان اللي يترج لهذا الفيديو من الصفر يحسين يصنع محتوى لعل الله يفتح عليه باب رزق ويستفيد ويسترزق تمام محتوى خاص في إخباري وثائقي رياضي أي شيء تاريخي أي شيء طيب فأنا حملت منه بس مثلا بدي حملها هاي بضغط عليها هاي وبختار download وبعدين free download تتحمل بالتنزيلات فأنا حمله بدي تكون أهم شيء يا أصدقاء من نوع يعني اللي تصنع لحركة بدي تكون من نوع texture تمام نوع اسمه المثل الخربشي يعني تمام texture black video يعني black background texture هاي بلل أسود هاي نشرح موضوع الخلفي وهلق رح انشأ للحركة تمام هاي هي خربشات هاي هاي مهمي هاي أنا حملت هاي تمام شوفوا هاي طبعا هون تكون مشترك من الموقع مدفوع لكن أغلبه شوف أغلبه نظامي تمام فأنا حملت texture أعرفنا كيف نحمل الخلفي طيب كيف نصنع لحركة في premiere ونبدأ بتأسيس المقطع قلنا جهزنا السيناريو النص وعلق نص يعني تعليق صوتي أهم شيء تعليق المقطع الصوتي تركبه يعني تجي تحط المقطع الصوتي هون هيك وتبدأ تشتغيل وتكون أفكارك وتجمع الشيء اللي عبي يحكو عنه هلأك رح نحكي عن باقي التفاصيل ظهر العناصر والحركة والانيميشن كلها في premiere لكن عليكم تنتظره وتصبره طيب فأنا أخدت الخلفي سابتي الخلفي أنا طبعا بدي حركها فرح اختر scale to frame size رح اضبطها على حجم الشاشي رح روح من effect control كبرة لهوني تمام طيب رح وسع التايم لاين لحتى اصناع انيميشن طبعا فيه طرق كتير رح احطيك هنا الطريقة الاسهل والابسط تمام رح اخد خمسي فريم لهون مسلا رح كرر الخلفي حطه بعد خمسي فريم ما صار شيء التاني شو رح اعملها لحكسها من اليمين هي من اليمين لليسار رح اعمل اليسار لليمين يعني احكس اليمين واليسار رح اروح من effect قائمة التأثيرات تمام حطه بالاعلى او اختار flip تمام احفظوا بعض المصطلحات او التأثيرات flip horizontal فعكسته صارت هاي عكس هاي تمام شوف هلأ شو رح عمل رح اكرر التنتين يعني هلأ هاي عكس هاي فراح اجيب هاي كمان للاعلى لا خمسة عشر يعني هون عشرة صار هوني خمسة عشر لهون مع الضغط على ALT لهوني اطنعش خمسة عشر هيك مسلا عن عندي اربعة للعشرين هيك عم نحكي عن عفون عم نحكي عن خليني اتراجع شوي اوسعه انا عبع بحكي عن هون الفريمات تمام ممكن عشرة فريم لأ خمسة فريم لازم فريم كده عب عمل على السواني لا تاخذوني يالله سريع حلو طيب رح حددون السا واخدون لهوني من خمستاش ده عشرين فريم تمام رح وسع التايم لاين هيك اضغط على ذال ملكي بورد ارجع حددون شوفوا المؤشر وين مثلا عشرين رح ارجع حط هاي هون هيك خمسة وعشرين مع الضغط على ALT والسحب لليمين صار لهون هيه ممكن اسا وسع فارجع بحددهم تمام وباخد خمسة فريم هيك تمام كله خمسة فريم فشو عبي صير عندي انا عبي صير عندي تغيرات شوف كيف صنعت الحركي للخلفي تمام انا ما بدي اطول الشرح واصنع يعني مي بالمي بس مشان اعطيكم الفكرة بتحددون كلهم بتكرروهن فانتو كررتو للخمسة سانية تمام او للعشرة سانية فبتحددو كل شي على التايم لاين تمام شوفوا اجا معنا للعشرة سانية تقريبا والحركي وحطيناهم بنيست تمام طيب هاي شوف وين صار عندنا الشغل هذا هو نست تقريبا قلنا للحركي لوين للتماء للستي فبقطع هون ما ليه يشغل حاليا بهاي فانا شوفه كيف صنعت الخلفي الموجودي نفسه تمام طيب هلق الموضوع التاني ممكن اوضف لها تأثير للخلفي نحن نعتبر نكرروا هيك نست مسلا من الستي ترجع تنعاديك للنعيش للدقيقة للاربين دقيقة المهم ترجع تحطهم كلهم بنيست عادي اهم شي يكون يعني جهازك مقبول للشغل شوفوا اخيك انا خدت ثلاثين سانية ارجع تحطيتهم بنيست سميتها الخلفي المتحركي الخلفية الخلفية المتحركي تمام طيب بس بدو صبر الفرجة او مشاهدة هذا الدرس طيب في عندي شي يا اصدقاء في اليوتيوب موضوع هام بتضيفه ل يعني هاي في تحت هاي قناتها الجديدة في عندي شي اسمه بارتكال تمام شوف شو باحسين بارتكال 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 ازا كتبت بارتكال لاين انا بديحط بارتكال اولد شي قديم تمام بارتكال كلمة هيتكن تحفظوها البارتكال اولد يعني تمام شوفوا هدولي عناصر بتضيفه للخلفية فبيعطيك القدم اول حركة اسا فوق الخلفية انتي صنعنا شوف تمام بارتكال اوفرلي شوفوا الكلمة اوفرلي داست غوبار هدول الكلمات هني بارتكال وداست وغوبار وبلاك سكرين اولد فيلم كل هدول كتبتن انا الان كل مهمة حتى هاي ان شاء الله لغنا احنا نستخدم او نحكي عنا انتبهنا يا اصدقاء بارتكال مسلا اوفرلي تمام اوفرلي بتلاقي الاف الحركات والشي المتطاير على الفيديو انا حملت لبعض مننا بتحملها عادة كفيديو عادة وما له حقوق تمام وجود على يوتيوب شوفوا عندك مي او داست مو بس هيك بارتكال ممكن تكتب داست غوبار تمام تكتب بارتكال داست داست غوبار او داست داست عفوا يعني شي بيخص الغوبار المتطاير تمام شوف داست فري فوتج المهم هادا الشي اللي منحطه قسه فوق الخلفي تمام انا حملت شوي يعني جهزت قبل مسلا داست اوفرلي فيديو قديم او كزا بدي جري بديحطه على الفيديو تمام فبروح لا بس كان لونه خلفية السوداء بحط لا سكرين تمام وصارت متطايرة على الفيديو لكن ممكن لونه ما هو مناسب او خلينا انا بدي لهون حاليا ممكن نضف لا او غير لا بالوانها اختار تاينت ممكن نغير اقلب اي الوان فيديو للونين مسلا فقط تمام تاينت ممكن طيب بدال ما هو ابيض طيب خلينا نغير الخلفي او نحط لالخلفي تاينت تمام اروح للا ناخد 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 مثل البنة هادا شوف الخلفي حلو ممكن تخفف وجود الالوان هاي الضفتو او نمط التاينت على الفيديو ممكن تاخدو نفس الشي اتبهنا هيا اصدقاء كيف اعملنا او تركوه هينك حاليا يوكي ببين طيب اسا ممكن فيه شيء اضيفه داست غبار او شيء بخص الفيديو هادا كمان يعني اتقلق انا عبعط لكم التأسيس هادا كمان ممكن اضيفه على الفيديو بيعطي اكتر اسا في اسا في انماط هون يعنا اسا في انماط هاي هاي اولد كل هاي اولد كلها اولد داست بارتيكال او كزا فمعنا نطويل كتير بالامر بشغلي واحدة فصنعنا الخلفين المتحركة للفيديو غيرنا كيف الالوان بالتاين بحسي مغير اي لون للونين قريبات من بعض او لونين يعني صنعت الخلفي الموضوع الثاني هو هي حركنا الخلفي وجهزناها طيب كيف ممكن انا اضمن شخصيات وابدأ بتحريك الشخصياتك تبدأ بالحكي انت او بالكلام عن شخصيات محينة مثلا نكتب ميسي نطبق هذا مثلا رياضي ما نقرب على السياسي ميسي تمام فراح اضط صور شوف راح اخو من جوجل يعني ادوات الحجم الصورة كبيرة تمام يعني شوف مثل هاي مثلا اخو صورة حلوة اه سيف از اه حطه على شوف كيف راح اضف لنمط اللي يعني قريب من هذا الفيديو طيب راح اخو صورة ميسي اضغط في اليمين فتح في استخدام فوتوشوب ازلت انا استخدم فوتوشوب 2018 طيب اهلا راح نحكي عن موضوع الشخصيات فورا تضمينة يعني نحن اخذ شيء مهم بشكل سريع طيب ففرغت هاي هاي ممكن ناخد هاي اداة التفريغ المغناطيسي حسب الخلفي او اذا كانت الصورة كتير واضحة ممكن انا ما دقيقي كتير بس نهم ان هيك تفريغ الشخصيات واستخدامه بهاي الطريقة وهلأ قبطف له تأثير القدم نحن نحكي عن عودة ميسي بنمط هذا الفيديوهات وتحط له دقة موسيقية وان شاء الله بيتزوب عندك الاف المشاهدات اذا تعبت على محتوى خاص فيك ممكن رياضي ممكن وثائقي ممكن اخباري ممكن تاريخي ممكن احداث قصص حلوم طيب ميسي هذا ضغط في اليمين حزفت انفيرت عكست التحديد وحزفت الخلفي ممكن خلاص ااخدوا لهون اخوا اداة القص المساحة اخدوا كشخصي تمام ممكن نحط له سترك بلون ابيض اشياء يطلح في حلاوي للموضوع ابيض اذا بده بعدل يعني راح احفظوا سيف از مثلا ويم بالفيديو الوسائقى طب نصب عمله بخلي كل شي عنده موجود هوني ميسي تمام ميسي او لا ممكن نعرض القطر ناصل الخليفة مثلا نضيفه كمان اكتور مثلا هذا هو نجيب على تضمين الصورة تحلو هالكلام طيب طيب انا راح اجيب من اليمين لا اليسار تمام من هون لهون فراح طالعوا برة من البوزيشن من هون نضع كيفريم في البداية بعد كذا ثاني يجي مثلا هيك ميسي تمام طيب كيف انا هيك واحد لكن هيك بدي سري اكتور اقرب لهون طيب هوني هل اقرح اعمل حركي نعمي هوني هوني ايز نوني ايز ان هوني ايز اوت ايز اوت وافتح السباق الاعدادات مثلي غرف اديتور تفعل افتر افكت طيب حددن هيك وخلي هاي ابطأ تمام فيجي هيك شكل سريع وينتهى يكبر امل امني ميشين يعني حركي هادا طيب يا اصدقاء ممكن تحوله كمان ممكن يكون عنكم بريسيت بخص القديم يعني تحوله الشخصي كمان او تعطوها طبعة قديمة اما تستخدم white and black او تلعب بالكلر تمام او تستخدم التوينت يعني كمان بيصير تحطه على الشخصي تمام ممكن بس تحطه هيك وتشتغل بالالوان وبهاي الطريقة يعني بتضيف نوع من القدم حتى بتحطه على ميسي مثلا شيء بخص الغبار طيب اظهرنا الشخصي بهذا الشكل تمام ممكن نظهر الشخصي بطريقة ثانية عن طريق الحبر او ما شابه تمام طيب فانحنا اذا كررنا خنا نشيل هاي الشخصي على جنب يعني ناخد نسخة منا ونظهر الشخصي بطريقة احترافي نبدأ يعني بالامور الهامة في البداية وانا اخر شيء اذا فيه كماليات منستخد مفاحة زفت الحركة الانيميشن للشخصي وجبت لهوني تمام هاي عندي الشخصي طيب في عندي شيء اسمه الحبر تمام او تلاشي الحبر كمان اذا رحت انت على يوتيوب كتبت او اينك بارتيكال تمام او هاي المواد فبتلاقي مواد يعني حبر حوالي سواد هذا هو الحبر تمام اللي حوالي اسواد شوف هاي هاي الحبر هاي الحبر يعني العكس يعني المهم هلأ معلمك ببدأ اظهر الشخصيات بطريقة رائجة كتير ومستخدمة بشكل واسع مثلا هذا تمام ممكن تاخده على بريمير تحطه بطبقة فوق تمام كبرة مثلا ممكن هاي مي مناسبة هاي صغيري ممكن تاخده احد يتاني تحطه مثلا او نشوف هاي مثلا هاي او هاي تمام هاي بالنسبة لأظهر الشخصيات اللي بتشوفوها بالطريقة او اظهر اي عنصر تمام نحط على مي سي التراك مات كي تمام نحط على شخصيات مي سي ومرولها في كونترول تمام نختار الفمات من الفيديو رقم مثلا هو موجود بكم خمسي تمام في خمسي تمام بهاي الطريقة فعندي هوني مثلا هشيك صار ممكن مطبقة ببريسيت خلينا نحزو في البريسيت اللي مطبقة على شخصيات مي سي تمام في بريسيت مطبق مطبقت هنا بالخطأ هاي شخصيات مي سي هادهو مي سي تمام فقط منحط عليها التراك مات كي تراك مات كي ومنروح للإيفيك كونترول حدد شخصيات مي سي ونختار خمسي مثلا تمام ونضبط الصورة بشكل مناسب ورجع منصغير كل شي تراك مات كي تراك مات كي تراك مات كي خطأ لومة ها لومة ايه لك كيف بدي كبير لومة اتمنى ايهيك حلو رفع طيب ونجيب هاد العنصر يا اصدقاء تمام فننروح منجيب شخصيات مي سي بعد انا اخذت منها نسخة تمام وحطه تحت يعني تحت هاي تمام الحذر او ما شابه نضع لها تراكمات كيلة صورة ميسي مروي في كونترول نختار لهم لومة مات ومهم نختار الفيديو الموجود في طبقة الحذر هذا خمسة فبيظهر عندي مثلا الشخصية بس هيك هلأغا بجي ممسك البارتيكال وبوسعها هي حتى تظهر الخلفي فممكن أنت تظهر الشخصيات بهذا الشكل وتتحكم بمسلا هيك وتكتب مثلا هوني نجي للكتابي موضوع الكتابي سهل كتير تمام نزل هيك وقت نزلنا فأي ترك تغيير دكتور ترجع تغير صار عندك بالفيديو الأربعة فهو مدى الخمسة بتحط أربعة بس تمام فهيك انتقال انتقال ميسي فبطر بتاخد أداة التكستو بتكتب مثلا بتختار خط حلو مناسب انتقال انتقال ميسي تمام طبقة نص جديدة رحت لطبقة النص تاخد نط يعني خط مناسب تمام تاخد مثلا خط الجزيري خط الجزيري حلو هالكلام تمام بولد انتقال ميسي ممكن تاخد لون أزرق تاخد لون أصفر أي لون بالدكية ممكن أسود انتقال ميسي ممكن تصنع له أي تأثير لظهور النص مثل كأنه يكتب كتابي في عندي تأثير بالوايب وايب حطوه فبصير مليسار لليمين تأثير وايب يعني المسح فبحددوهون وبختار هاي الخيار اللي يصير عنده انه مليئ انتقال ميسي تمام فممكن تحط له ستروك الخلفي لا أي شيء انتقال ميسي تمام فممكن هلق الحدث هذا الأول انتقال ميسي ممكن نضيف تضع على ميسي كما قلنا هاي الصورة لا تنسوا التاينت هلقا هاي موجبناها جديد تمام حكينا عن أظهار هديك وعمل أنيميشن هاي التاينت نضع على صورة ميسي تمام ونخفف التاينت شوي فبصير عندك هاي انتقال ميسي فممكن تحدد كل شيء بنيست خاص لكي لا تحرك هاي انتقال ميسي فممكن تخفي هاي بأي طريقة بدك مثلا نحبي يعني دعنا نحزف هذا ورول افكت دي سول مثلا انهيب دي سول ما يكون طويل هيك مثلا ظهار هيك انتقال ميسي أقصر مثلا هيك انتقال ميسي تمام وبتكمل الخبر التاني هلقا هيك بدأنا هيك مثلا انتقال ميسي تمام بدأنا الخبر التاني هاي اظهار الشخصيات عن طريق الحبر طيب بالنسبة له تضمين شيء مباني أو فريق وراه أو أي شيء فنحنا مثلا منجيب خلفي مثلا بنا نحط فريق باريس سانجرمان تمام عشان نحط خلفيه وراه باريس سانجرمان تمام باريس سانجرمان مثلا هاد الفريق واريس كتبت صاحب رولا أدوات للحجم كبير بدي يعني اخو مثلا ممكن هاي ممكن هاد الفريق ما في بناك ما بدنا باريس سانجرمان بس خلني ما عليش طولة بالكن علي يا أصدقاء فريق باريس سانجرمان طبعا منقلنا من أدوات الحجم تأخذوا حجم كبير لا الفريق طيب خلنا ناخد مثلا هاد هذا هو فريق فس خلني ناخده دقة عالي او هاد نصار بباريس هاي بتلزمنا مثلا حطه بمكان الوثائق هذا الشيء اللي عبي احكي عنه انا تمام هاد كمان اخدني مور ثم هاد دقة عالي مثلا هادي صورة كاملة للفريق ايهاي حلوي تمام حط نفس المكان طيب رح ضمي شيء بخلفية هاد الفيديو مثلا تمام اهم شيء كبرا حطه تحت الغبار حتى تحت ميسي تحت كل شيء تمام حطه فوق الخلفي وتحت الغبار تمام فخفف له تمام ممكن تقصين تقص قص بس لشباب هادول تمام حلو هو الغبار اهم شيء يكون فوق الصورة والصورة نفس الشيء تضف لها تاين تاين تمام وتضف لها حركة حتى الخلفية وتخفف التاين تمام تمام فتصنع لها حركة مثلا هون تكون برا بسلا كمدا تكون شباب بدون يعني تفرغوا على الفوتوشوف فاذا كبرتها عشان ما يبين مثلا هيك هوني تكون برا او هيك بعد كذا ثاني مثلا هيك تجي تمام فمصير عندك هك حلو لك تفرغها ومشان تطلع معك اجمل بتحط كل شيء حركات عندك عب تعملها حركات نعمة ايز اوت او ايز ان هوني وهوني ايز اوت تمام ايز اوت فشو بدك تضمن بخلفية المقطع تمام بتجيب مباني مثلا مباني ما نعتبر مباني او ممكن تجيب فيديو حركة مثل الدخان مثل ما شفنا وكذا تمام فممكن تجيب ام يعني خلنا نشوف الصورة وين ممكن تجيب مباني او ممكن تجيب هاي 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 تفرغها وتظهرها بالطريقة من اسفل للاعلى بطريقة حلوة تمام ممكن مبنى فريق مبنى 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 فريق باريس باريس سنجر مان اصلا هدا هو المبنى ممكن كمان تضمنه او الملعب او اي شيء مبنى هيك بدنا نفرغ المبنى ونحطه بخلفية الفيديو تمام بس لحتى فر احسين فرغه مثلا هيك كقطعة سيب هذا كأنه قطعة مبين هيك عفوا نحفظه سيب از مش معاطنية وست اضغط هيك على الرابط معاطنية كصورة راح احكي ان شاء الله على كل هاي كصورة تمام بس كأنه ما معاطنية كصورة طيب ممكن عليها حقوق تمام طيب هذا هذا هيك انه صار الحدث انه وجود ميسي وما شابه قد تكون محميص من حقوق الطبع والنشر هذا مثلا هذا صورة هاي كما ممكن اتضمنها يعني كشعار باريس او لوغو باريس سان جرمان طيب خلينا نكتب لوغو باريس سان جرمان طبعنا كيف اظهرنا الشخصية عن طريق الحذر تمام هذا يمكن بان جي حطه على سطح المكتب مثلا ممكن الجاء على سطح المكتب شوي او انشان ما اضيع سيفاز اروه لسطح المكتب اروه اختار فيديو وثائقي شعار باريس تمام اروه للوغو ممكن احطه مع ميسي تمام انتقال ميسي هون كمان نفس الشي اه تظهر ممكن شعار باريس عن طريق الحذر فتروح بتجيب الحذر تمام هو هذا تحط على باريس التراك مات احكي عن كل التفاصيل تراك مات هاي الطريقة تختار الوما وتختار هون الفيديو مثلا تماني او سبعة يمكن او ستي هذا هو نشوف كيف رح يظهر الشعار اي عنصر وممكن تمام بس كبر هاي هيك حطه بنيست تمام سمي الشعار ونحطه بعد ما يظهر ميسي هيك بشوي شوف هيك ظهر ميسي هاي تضمين العناصر ميسي يطولو اذا بدك شوي يعني يعني اضفنا وخلي ينتهى بكروز نفس كروز ديسول نفس ميسي تمام شوفتن كيف اظهرنا العناصر بطرق جيلا اظهر ممكن نقليتش عادي يعني ممكن تحط تأثير تمام يعني ميسي مثلا ميسي تظهر عن طريق تأثير قليتش يعني عندك هون تأثير قليتش في البريمير شوف حلو يعني لا بأس ولا مشكلة ممكن من الضمين خريطة طيب ممكن تحط صورة مثلا اطار صورة قديم تمام او اذا كتبنا اطار صورة قديم اطار ممكن نضمن شخصيات اطار صورة قديم اطار صورة قديم هيك مثل هيك شغلات تمام فاذا حطيت ادوات وحطيت حجم كبير فممكن تاخد هذا مثلا لكن هذا عليه حقوق ممكن تحمله تمام ممكن نحمله ممكن نكتب بهذا تمام اذا كتبنا اطار بالانجليزة ترجمة اذا كتبنا بالترجمة اطار اطار صورة قديم اه from قديم تمام اذا رحنا لفريبيك وكتبنا اطار هاي مشال نضمن شخصيات بضمن اطار شوفوا هدولي هدول رائج كتير استخدام هاي حلو خلني حملها لكن نحتاج برنامج الممكن ناخدها اسمها مثلا فوتوشوب بي اس دي او فوتو كصورة فقط متحسنو بتحدو شو عب تبحسو يعني هاي بنسمي تضمينا بالصور هيك او بي اس دي تفهم شي بي خص نشوفوا هدولي هذا مستخدم كتير هيك هاي كله تضمينا سهل يعني ممكن تشرهوا عن شخصية وتحطوها ضمن هذا الاطار اذا حملنا نحن على ما اعتقد هاي راح ااخدهن انا ملف مو صورة ممكن صورة تاخدهن تشتغل عليهم لكننا سنستعين ببرنامج الادو بإلستريتور تمام اذا حملت ملفات سهل كتير يعني بس عليك تحط الصورة هون تمام خلينا نشيل انا بدي هاي استخدم هاي او استخدم هاي تمام اربع اطارات هدولي ممكن انا استخدمهم فأي اطار بدي اياه بنشملها في جديد فليم انتوديو 1920 بصغروا شوي بضبطوا بسيك بشان ااخد حجم للصورة باخد مثلا هاي تمام بدي حط صورة هون و اظهرها يعني كأنه قديم خليجيب ناصر خليفي صوري نوع يعني تمام صورة ناصر خليفي ناصر خليفي باريس تمام هتدقة عالية هاده هو حطه بنفس المكان بالفيديو الوثائقي تضمين الصور بهاي الطريقة طبعا انا ما بدي استخدام الافتار بالافتار بيطلع معي شغل افضل من هاد الشغل بحطه في الالستريتور هون تمام ها علي اوصل الخلفية بفتح هيك بوسع الليارات عندي هاي الخلفي بحطه تحت مثلا وبختار هيك الفة او ماسكي تمام واضبطها بشكل مناسب ممكن هيك تاخذها save as او تحفظها بنجي بنجي تمام افضل بنجي تمام رح اخذ اتنين فيديو اخذت بنجي تمام صارت عندي اخذت على البرمير يعني هاي اللقطة التانية scale شوف هيك تمام يعني طريقة حلوة نفس الشيء ممكن تطبق ل تظهر بنفس الطريقة او يعني تجي من اليمين لا اليسار من هوني حطهم give frame لكن هوني تجيبه لهوني هاي الطريقة كمان اضف لتأثير القدم بتحط عليها غبار وكذا تمام تاينت تحطه على الفيديو وبتروح بتخفف هايك تمام بتضف لها تأثيرات مثلا ظهرت بهاي الطريقة اهم شيء اشتغل بالانيميشن للحركة هون وهون إيز اوت وهون افتح وهيك اعمل حركة اوسع شوي ناصر خليفي مثلا ناصر 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 طب العربي ناصر خليفي 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 تمام صفخة مع ناصر خليفي او يعني تكتب جملي كاملي مثلا صفخة مع ناصر خليفي الراعين الرسميين لا مثلا تأخذ احمر او هذا اللون يعني اللون حلو مع الوسائق مثل هذا تمام وبتحرك كمان النص كما ذكرنا يعني ما بدي انا اطول بكتير بالاحداث هاي انه هاي الخطوة التانية تمام ممكن تاخد هاي ناخد صورة تانية هاي هاي مستخدمي اكتر هاي هام هاي هدول ممكن تضيفهم يعني بشكل سهل ها خلينا نضيفها خلينا نحزف هاي وهاي نجيبه لهوني روح من هوني على الاخصورة تانية لناصر الخليفي حط الوص على سطح المكتب او احفظه بنفس المكان روح للفيديو تمام هذا هوي روح للبريمير او للإلستريتور عفون اول حطه هوني روح لفتح هيك الصفحة لازم حطها تحت الاسود وحتحت تحددهم هيك واختار منهم ماسكي كليبينج يعني نضيف الماسك تمام؟ كل انواع هيك تقدم تدمجها باي طريقة كانت تدمجها وتحفظها بانجي هاي حفظ بانجي مثلا ثلاثة او حط لهون ايه ما تكون تقيلة كتير روح لا هاي عم استخدام برنامج الايليستريتور طيب هاي بالنسبة الى كمام وتضف له اهم شيء تاينت وتخفف التاينت ممكن تظهروا عن طريق الحبر فبترفع الصورة شوي تحط الحبر او بتخلي الصورة مكانة وتحط الحبر بالاعلى وترول ايفيك كونترول او بالايفيك تاخد تراك ماتكي تراك ماتكي لا تظهر النصوص بشكل عشوائي كمام استخدم اي شيء بالدكية ستة وهون لومة او شو هون صار رقمه خمسة خمسة هون مثلا خمسة طيب كبر اهيك يعني بدك تجيب من هذا الاحبار هاي يعني هاي الرائج يعني عم استخدم الشيء الرائج تمام هاي الحبر هذا الحبر الغبار الشيء القديم يعني تحط هلق اعلاهين اه قديم وغبار تمام سكرين شو؟ يعني بتعمل مثل هذا النوع من الفيديو لكن ضف له لون يعني ضف له الوان تمام مباني عرفنا كيف من ضمن فيه خلال نعمل لا وبسيتي فقط ومن ضيفه يعني اي مباني تمام اذا عنا شيء عم نحكي عن مباني حروب بس بالضف له عرفنا كيف نضيفه مثلا اه والكتابي سهلي يعني استخدم طرق الكتابي اللي انا ذاكره مباني مثلا انشان ما يكون عندنا الفيديو كتير كتير طويل وممل واحكي كتير مثلا هاي مباني بانجي ادوات الدقة الاعلى مثلا بدي اخو اضيف مباني تكون شوي واقعي مثل هاي قديمي قطر ما قطر خاصلة حتى سطح المكتب مثلا او نفس المكان تمام هذا المباني مثلا هون بالمشهد اللي بعده خلينا نحط هدول بنيست عشان ما عدي اخربه يعني تمام هيك شو؟ مباني تمام مباني ما عدي يعني امر بسيط صورة للشباب ما عد بديها هون ما اضيف مباني خلاص بكبر بعمل لها وباسيتي وبنزلها تحت الغبار شان يظهر عليها تأثير الغبار والدمج وكمان تعمل لها هون تكون موجودة لكن قبل ما تكون موجودة تمام وتعمل اكتر من تأثير اكتر من دخول is in is out كمان تعمل لها هيك animation حلوي انتجي سريع تمام وتضيف هون شخصية وتضيف كتابي مثلا هون حديث تكتب حديث حديث الاعلام تمام؟ بدك تستخدم طرق نصوص حلوي يعني ما تستخدم اي شيء او تظهر النصوص بطريقة سيئة تأثير الكتابي النصوص اللي حكينا عنا تمام؟ في عناقة لك هاي الوايب اذا حطيته المسح فبيمسح من اليمين لليسار مثل كانه كتابي فبترول هادول الامور كلها بتضيفها وراء المص بتحملها بتفرغها وبتضيفها وراء المص بالنسبة للخرائط نفس الطريقة يا اصدقاء حديث الاعلام مثلا هيك عم نكتب حديث الاعلام بالنسبة للخرائط مثلا بتاخد خريطة زب دكتوري عيدة رسمة في الفوتوشوب او بالإلستريتور او مثلا نكتب خريطة المانيا المانيا او بفريبيك يعني تكتب بفريبيك احلى تلاقي الخرائط هون احلى جهزات تسمى بجيرماني جيرماني تمام تاخد هون الخريطة وبتصير بتلونها بلاك تقسمها اكتر من القسم لتصير تحسين تلونها تمام يعني هاي الخريطة بلاك تاخدها القسم هاي القسم لحتى تلونها تحركها طبعا ممكن تستعين بالافتر وممكن تفكها اه بالإلستريتور نفسه يعني وتصير بالبريمير تغير الوانة بتشينج كالر مسلا وتصير تفكها ثلاث طبقات وتغير الوانة على كيفك بالنسبة لها تضمين يعني الخرائط شوف يعني هاي المانيا دعني احزف هذا الناس ان شاء الله ما منطول عليكم احزف الخلفي انا بدلي الخريطة يعني احصي الخرائط فك فيك ايش في اللي راح تلونه وتعمله حركة يعني بدك تغير الوان او يصير يتلون بحطها دول على شيء بحزف كل شيء فاضي يعني شو عملت انا مثلا عندك هوني الوان فبتوقف هون عندك هون الخرائط جوا طبقة خلينا نتراجع مثلا هيك تمام؟ عندي الخرائط جوا هاي فبرو من هون اختار release to layer sequence وقف هون يعني بعد ما اختاره برفع كل شيء لفوق وبحزف هادولي بحزف كل شيء طبقات فاضي وفارغة ما لا يشغل فيها هلا اقصر عندش أنا ثلاث طبقات بحزف يا اغلب ما رح ينضفوا معي ملف ممكن تضيفهم psd يعني تاخدهن save as تختار من هون ابا اس او psd تصدرون لفوتوشوب او تصدرون كل وحدة لحال تمام؟ تخفيه تصدر بشكل سريع يعني تخفي هذول التنتين تمام؟ هاي مثلا هاي الصفره تختار save png ع السريع هاي قسم الاول مثلا يعني هي بشكل سريع واحد. واحد. تظهر التاني بتخفيها هاي. اتنين. يعني هيك اول تستخدم الفوتوشوب. اول اسود صرنا. ثلاثة. عايب النسبي للخرائط. وتضف لنفس التأثيرات وتحطها أعلى منا. سطح المكتب وين صار وين حفظنا. اوان المشكلة. فيديو وثائقي. عفوا. طيب عندي هون الفرم كمان تبع الصور. كمان بيعطي قدم هذا. هذا كمان بيعطي النوع من القدم ويمكنك تحطه للصور. شوف تمام. هذا هو. وتغير ألوانه فرم يعني اطار. هنا بيأشر للقدم هيك بتكبره شي بسيط. وتغير ألوانه بالتاينت. وضعنا التأثير. التاينت. نشوف حكينا ان شاء الله عن كل شي بس بقي عندي. اوضوع الخريطة ما بعرفين صدرتها يعني. بس لشوف. اوان حطيتها. ان صار على سطح المكتب هيك مشردين واحد. وين الباقي بس واحد هون. وين التانين. حس بيه الله نعمل وكيل. طيب خنشوف هيك شكل سريع. هاي بس واحد هون. طيب هاي اتنين هوني. لون الاحمر. وهاي اللون الاسود ثلاثة. خلينا نحطهم كلهم هلق على سطح المكتب هاي ثلاثة. هاي اسود واحمر واصفر. يعني نجمعهم ثلاث خرائط. هاي مشان زاك تلعب بألوانهم فبتحطهم هيك بوق بعضهم. طبق معاك خريطة ألمانيا. نفس الشي يا اصدقاء. بتحركن او بدك تغير ألوانهم كيف مثلا. او تاينت. مثلا تاينت. تحطوه هون مثلا. صيب تغير مثلا. شوف هادا اللون. صيب تغيرو. يعني الالوان بدك يا. تحط مثلا هون كيفريمات. هون كيفريم. هون الصفر. هيك مثلا بدك يا لونه نفسه. لك يا يضغير للون تاني. تعملو مي. لكن هادول يبتغيرون له مثلا لون اخضر. وهادول الاثنين اخضر. فالدرج. بلا هادول يعني خلاص هيك. هيك. يتدرج للون. لكن خلينا نعملو اخضر. نعملو اخضر شمام. مع التاينت خلينا يتدرج تغير لونه. سبحان الله. ايوه شرط لازم حطقي فريمات. طيب. حطقي فريمات. انه بدي اياه هيك في البداية. لكن بعد كزا ثانية. بدي اياه بقى صغيرتو رح يضير اخضر. هيك تمام. شوف. يعني صير تلوين بالطيب. تتعزف شوي. لكن على الالستريتور اسهل هيك ضمنت خريطة. اه بتحددها بتحطها بنيست. اه بتكبرها. بتصنع لنفس الظهور. يعني بهاي الطريقة بتعمل نظهرها من تحت لفوق. الشي اللي بدك اياه هيك. بعدين لفوق. اه بعدين ايز اوت. او ايز اين او بالعكس. تمام. ان شاء الله هاي كل الخطوات والامور كلها اللي ممكن. اتفيدكم في انتاج هذا النوع من المقاطي عليكم تشتغلوا اكتر. بموضوع اظهر النصوص باحترافي والحركات وقليتشات. تمام. ان شاء الله اكون فتكم بهذا الدرس يا اصدقاء. كان معكم وجهنا الجرمي قناة دروس ميديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.